اهلا بكم الى موجز لأهم الانباء يحيي الجزائر اليوم الذكرى المزدوجة لهجمات شمال القسنطين ومؤتمر الصومال حيث تعتبر النفس الثاني لثورة نوفمبر الخالدة التي مكنت من فك الحصار على الاوراس مهد الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي فيما كان مؤتمر الصومام بمثابة ارضية للتخطيط والعمل الاستراتيجي للثورة هذا وضع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الجزائرين المتطلعين لرؤية جزائر قوية بمؤسساتها وهيئاتها الدستورية الى السير على نهج شهداء الابرار من اجل بناء جزائر قادرة على مواجهة تحديات الاوضاع في محيطها الاقليمي واشدد الرئيس تبون في رسالة عشية الاحتفاء باليوم الوطني المجاهد المخالد للذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصمام المصادفين تاريخ العشرين اوت من كل السنة شدد على ضرورة حماية البلاد من مكر الحاقدين في الصمال وفي حصلة مرشحة للارتفاع قضى عشرة مدنيين على الاقل وجرح اخرون في هجوم مسلأ لمسلح حركة الشباب الارهاب المتطرفة استهدف فندقا وسط العاصمة مقاديشو وقال مسؤول نمري ان اشتباكات مسلحة وقعت بين قوات الامن ومسلح الحركة ما ادى الى وقوع قتلى وجرح في صفوف المدنيين مشيرا الى محاصرة العناصر الارهابية في غرفة بمبنى الفندق وانقاذ عشرة الاشخاص بينهم اطفال كانوا محاصرين داخل المبنى اطلقت عضو الكونغرس الامريكي رشيدة ليب حملة تطالب فيها بربط المساعدات الامريكية للكيان السهيوني بانهاء احتلال الاراضي الفلسطينية وكذا سياسات التطهير العرقي في حق الفلسطينيين ودعت ليب الامريكيين الى التوقيع على العريضة مطالبة لدارة الامريكية بمحاسبة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني هذا وتبنت شبكة المنظمات الفلسطينية الامريكية الحملة تحت شعار الجميع يستحقون الامانة والحرية والعدلة اطلق الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتريش تحذيرات من ميناء اوديسا لوكراني من مجاعة تهدد العالم خلال العام المقبل ما لم يتم تأمن تصدير الحبوب الى العالم واشدد المسؤول الاممي على وجوب ضمان تدفق تادرات الحبوب بهدف التخفيف من ازمة الغذاء العالمي المتفاقمة واشدد جوتريش على ان البلدان النامية بحاجة الى مساعدة لشراء الحبوب داعيا الى سماح بوصول المحاصيل الروسية التي لا تخضع للعقوبات دون عوائق الى الاسواق العالمية قال وزير الدفاع المالي ساديو كامارا ان التعاون العسكري مع موسكو سمح لباماكو بتحقيق الاستقرار والحفاظ على مكانتها على الساحة الدولية واضف المسؤول المالي في تصريحا للصحافة الروسية ان التعاون بلاده مع السلطة الروسية في مجال الدفاع مكن باماكو من تحقيق نتائج ملموسة بعد بضعة اشهر لافتا الى ان التعاون الروسي المالي في المجال الدبلوماسي سمح لباماكو بالاحتفاظ بمساحة التعبير في الساحة الدولية وكذل مقاومة ما وصفه بالتلاعب بالقانون والمعايير الدولية ختام الموجز للمزيد من الاخبار تبقى منصتنا الرقمية الضاهرة اسفل الشاشة دائما في الخدمة كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الالكتروني لقناة الجزائر الدولية في امان الله اشتركوا في القناة